بتبدأ حكايتنا اننا بنشوف بطلتنا وهي يومين وبتفاجئ مديرها بطلب مجنون فبتقوله تقبل تتجوزني فبتخلي المدير الوسيم يون الصدمة بتعمل عميلها معاه فبيقرب منها وبيقولها ما يبنش عليكي انك جريئة بالشكل ده هو انت شرب حاجة وهي بتقوله انا وعية لكل كلمة بقولها لكن ده المدير الوسيم بيتريق على كلامها وبيقول لها طيب روحي نامي وبكرة حبقى اشوفك في الشركة ولما بتروح يومين تنام ما بيجي لهاش نوم ابدا وبتقول هو انا عملت ايه وله الشخص ده اللي انا اخترته وبتسرح في طفولتها وصديق الطفولة واللي كان دايما جنبها وهي بتعيط وبيبلنا ان هو نفسه يون وبيقول لها ما تزعليش لان مايا اخدت منك دميتك وهو بيدها لها فبتوعده ان هي مش هتعيط تاني لكن يومين بتقول ما قدرتش انفذ وعدي له وبعدها هو سافر وبكده بعد عني اكتر شخص كان بيحس بيا وفضلت مايا في نفس نفسانتها مني وهويتها في انها تاخد كل حاجة تكون معايا لكني ما كنتش اتخيل ابدا اننا لما كبرنا تاخد مني خطيبي ايوة هي سرقته مني وحتى انا مش عارفة ازاي نكحت في كده اما دلوقتي فهو وبكل بجاحة بيقابلني وبيحاول يعتذرلي بعد ما بيوريني وبكل برود دعوت خطوبتهم وفي اليوم ده انا بسيبه وحتى مش وعية لنفسي لدرجة اني كنت خلاص هخبط في شخص فوقفني وتأسفت له لكني لما بنتبه للشاب اللي وقف قدامي بشوف ان هو يون مديري واللي بيقول لي ما كنتش متوقع اقابلك هنا وكمان له ماشية وتعيها اما يومين فبتبصله وبتكون دموعها فانيها وبتحس كأن نفس اللحظة بتتكرر بينهم وبتقول يون هو حفيد لرئيس اكبر مجموعة شركات والاهم انه اصبح مديري بعد رجوعه من سفره ومن ناحية تانية هو العدو اللدود للرخم اللي كان خطيبي وبعدها بتسأله عن انه جاي هنا للعاشة فبيرد بانه حقيقي عندي موعد على العاشة اما هي فبتلمح واحدة معاه وبتقول في نفسها اكيد هي تبقى حبيبته فبتستأذن منه وبتسيبه وبتمشي وبتروح يومين تركب البص من غير حتى ما تعرف هو رايح فين وبعد ما بتنزل منه بتقف في مكانها محتارة وبتكمل بالمطرة الجامدة فبتقول يا ترى ممكن اعمل ايه دلوقتي وبتجيلها فكرة تدخل تستخبى من المطر وتشتري شوية حاجات لكن اللي بيحصل انها بتقعد تشرب بس بتزودها حبتين واللبن بالفراولة بيبهدلها اخر بهدلة فبتفضل كده سبتة في مكانها ولا قادرة تتحرك فبتفضل كده لحد ما بيكون يون بيعج من قدامها بالصدفة وبيشوفها فبينادلها وهو بيسألها ايه اللي مقعدك كده وهي بتقوله انا بس اخد البصل غلط بس ده هو بيلاحظ لغبطتها وانه اللبن بالفراولة مش ميخليها على بعضها وبيقرر يقعد جنبها وبيقول لها بيين عليك انك عندك مشاكل كتيرة ليه مش بتطلبي المساعدة فبترد لانها مش عايزة وبتسبق وبترفض دعوته انه يوصلها وبتطلب منه يسابها ويون في نفس ذات اللحظة بيلمح جنبها الى عبوات الفاضية فبيتأكد انها مش فوعيها فبيقول لها يلا بينا المطر خلاص وقف ولازم احنا كمان نتحرك ولازم حوال صالك بصراحة كده ثقة في النفس مفيش منها وبيقول لها ما تقلقش مني والله كلمتك بالطريقة دي تقلق اكتر وهي فعلا بتركب معاه لأ بقى ده الثقة في النفس جابت نتيجتها لكنها بتفضل قلقنا منه ومركزة معاه لا يكون رايح لحتة تانية ويون بعيون مالينة شقاوة بيقول لها ليه قال انا انا ما تعودتش اكبر وحدة على حاجة لأ بصراحة انت كده طمنتها وهي بتقول فراحة مدير الوسيم سمعته مع البنات الحلوين سبقاه لدرجة انه جده رجعه بالعافية من سفره لكنه والنفس السبب عجبه وراحت ترقيته لخطيب الرخم وهو ده سر العدوة بينهم وبيقاطع سرحانها صوته وهو بيسأله عن عنوانها فبتقول بقيني انا اللي فهمته غلط كله من لبن بالفراولة اللي مخليني مش في حالتي الطبيعية لكن ده صاحبنا بنفس جرقته بيقول لها كنتي فكراني عندي ايه نية تانية غير اني اوصلك وهي بتقول له سمحني انا كان لازم اقلق من اللي بسمع عنك وفي وسط كلامهم بتجيله مكلمة من جده واللي بيقنبه وبيقول له انت اكيد بتصارمح دلوقتي وبيدله اوامره انه بمنتهى السرعة لازم يختار واحدة ويتجوزها فورا ويون بياخد نفسه وبيقول لها انه كل ده بسبب جده واللي مخليه كل يوم بيقابل واحدة زي اللي كان معاها في موعد العشاء من شوية وبعد ما بتنتهي مكلمته مع جده بيكونوا خلاص واصلوا ويومين بتقوله كويس كده انا همشي خطوتين وهوصل للبيت فبيقول لها طيب خد جبالك من نفسك لانه المكان ضلم جدا والوقت متأخر وبتشكره على توصله ليها فبيفضل واقف بعربيته يرقبها لحد ما توصل وبيسرح في لقطه من الطفولة بيفتكر فيها صديق طفولته واللي هي يومين نفسها وكان بيشوفها دايما ودمعها في عانيها فبيقول يا طرح حالها اتغير دلوقتي ويا طرح لسه فكرة ذكرياتنا سوا لكن ده لما بينتبه بيلقاها بتكون بعد ما ملشت خطوتين بينها كده رجعت في كلامها وبنشوفها بترجع له تكلمه وبتسأله اذا كان لازم يتجوز وبسرعة فبيقول لها فعلا لكن ليه بتسألي فبتقوله لاني عندي الحل اللي هيريحك من التدوير على الزوجة المناسبة وهو انك توافق تتجوزني وبنرجع دلوقتي لنفس اللقطة وبطن الوسيم بيعتبر كلامها مجرد نقطة من وحدة مزوداها في الشرب شوية وبيقول لها تصبحي على خير وبيسيبها وبيمشي وبعد كده بنشوف يومين وبتقول لازم احل مشاكل بنفسي وبتكرر تروح وتصفح سبتها مع مرات ابوها وكمان بنتها وهي اول ما بتدخل بتلاقي الحرب وقتنقعدين وبيقولولها ايه اللي جابها وبشطرة في التمثيل مع لقم مايا بتسألها عن خطبها فبترد عليها كأنك مش انتي اللي سرقتيه مني ومايا المجنونة بتقول لسه مكملة في تمثيلها وبتصرخ فيها ازاي تقولي كده في وشي وبتدافع الامة عنها وفي نفس اللحظة الاب بيدخل من قبل حتى ما يعرف ايه اللي بيحصل بيهاجم يومين وبيقول لها انت الغلطانة فبتقوله كان لازم اتوقع منك كده بعد ما تخلصت من امي وعملتني اسوأ معاملة في طفولتي فبيصرخ بجنان وبيقول لها هو انتي ايه اتجننتي ام يومين فبكل هدوء بتقوله انتم اللي شله من المجنين وبتخرج وهي بتقول ازاي ما عملتش كده من زمان فبتتفاجئ بفرويد الرخم وهو قدامها وفيه بوكيهورد مسكو في ايديه وهو بيرتبك على الاخر اول لما بيشوفها وبيمد ايديه يسلم عليها فبتقوله ما تلمسنيش وبتسيبه وبتمشي لكنها بعد شوية بتلقاه جاي بسرعة وراها وبيقول لها بعصبية ايه اللي انت عملتشه ده له بقصوة خلتي مايا تعيت منك كده فبتحس ان اكيد بتمثلها الاوفر جابنا تيكتو مع واحد عبيد زيه وبيقول لها كفاية ان هي انسانة ضعيفة ورقيقة لكن انت قوية جدا فاكيد هتكون محتجني اكتر فبتقوله يومين خليك كده مخضوع فيها وبعد ما بتديله ظهرها بتكون لسه سمعي وبيقول عنها انها انسانة قوية فبتقول لازم اكون قوية فعلا وفوس كل ده بيجي في بالها يون مديرها الوسيم وبتكرر تاخد تاكسي بسرعة وتروح له ودلوقتي بنشوفها وصلت للفندق اللي هو نازل فيه وبتقعد تستنى وهو اول ما بيوصل بيقف سكت قدامها وبصص لها فبتعتذر له لانها جات له كده فجأة فبيرد بانه مفيش مشكلة وبيسألها لكن يا ترى عايزني في ايه وهي بتبقى بتكلم روحها بانها لازم تجرق نفسها علشان تقدر تكمل في انتقامها وفي نفس اللحظة بتقوله ارجوك تتجوزني وصدقني مش هتندم ابدا وهو بعد ما بيسكت وبيسمعها لشوية بيرد وبيسألها هو انت بتتكلمي جد فبتقوله ايوة ده انا حتى ما شربتش اي لبن بالفراولة النهاردة فبيقول لها وفجأة كده نسيتي الاشاعات اللي بتتقال عني فبتقوله مش مهم انا كل اللي فريق معايا اخو الطاري من الشخص اللي سابني واللي هو نفسه انت نقطة ضعفه واكتر حد في الدنيا بيغير منه وصاحبتنا بتقول في نفسها والهلاء يون اشيك واوسم منه وشخص تحسه كده ما فيهوش ولا غلطة فبتسمعه بيقطعها بصوته اللي في الشقاوة وبيقول لها يومين الجميلة عرضك مسير خليني اسيرك في جنانك بس ده وهو بيسيب لها رقم قطة فبيخليها مصدومة اخر صدمة وبيقول لها خلينا نكمل كلامنا في قطة لو عندك الشجاعة انا مستنيك وهي بعد شوية تفكير بنشوفها قدام القوضة وبتفتح الباب وبتدخل فبتلاقيون قاعد بالرب قدامها وضح قوي انه الوسيم ما بيضيعش وقته فبيقول لها اقعدي وهي يحرم بتبقى العرق بيصب منها بس يا ترى من وسمته ولا من جرقته لا وده كمان بيزودها معاها وبيقول لها انت حالا طلبت تجوز مني يبقى عليك انك تقنعيني فبيقول له وبتحاول تقنعه انا ممكن اكل لك زوجة مثالية ولا هزعجك ولا هطلب الحب منك كل اللي عليك بس تزاهر بانك بتحبني عايز الناس يحسوا باني سعيدة فبيقول لها قلتي انك هتكوني زوجة مثالية ولازم تثبتيلي كلامك وتكوني فهمه معناه وبطلنا الوسيم بيقرب بزيادة منها فبيقول لها اول مرة الاحظ ان الجميلة اوي كادة وشك انعم واجمل من قريب لكن سمحيني على جرئتي مستحيل هقدر اقاوم وعمتا انت اللي عرضتي اتجوز علي وهي بتقول له عارفة فبيسألها حقيقي عارفة فبتقول له وهي قلبها دقاته هتقف بس ارجوك انتظر اللحظة وقشها بتبقى حمرته معدية وكأنها يا حرام حتنفجر وبتقول في نفسها كأن جسمي هيولع فبتقول له ارجوك توقف اللي بتعمله لكنها بتلقاه كده فجأة بيقلب رومانسي وهو بيقول لها ما اقدرش اديقك بصراحة كده مش لقيا حاجة اقولها للوسيم الجريء لكنه بكياتة ورقة بيحاول يهديها بعد اللي عملوا فيها وجاملتنا باخر كياتة بتبصله وبتقول له قصدت ايه فبيقول لها حابة اعرفك انك اتهورتي لما جيتي ورايا واعرضتي اتجواز علي فبتقول له انا مش سازجة ومسؤولة عن قراري وهو بيقول لها من المضحك عرضك اتجواز علي وانتي تقريبا كده حتعياتي لكن دلوقتي قوليلي عايزة ايه ويه بتقول له تقصد ايه وبيكمل وهو بيديها كوباية المية بتنتجوز وسكتتي على كده لكن ايه اللي هيحصل بعدها وعيون بطلتنا الجميلة بتكون مليانة حيرة وبينها حتى ما سألتش نفسها وهو بيوضح لها بانك قلتي انك هتكوني زوجة مثالية وهتديني كل الحرية لكن ايه اللي انتي محتجه مني فبتسأل يومي نفسها انا هكسب ايه وبعد فترة سكوت منها يون بيقول لها واضح انك ما سألتيش حتى نفسك لكني موافق نتجوز فبتقول عمتا يمكن اكون من غير تفكير مجدودة لللي بيحصل لكني على الاقل حتكون لي عائلة جديدة فبيسألها يا تارة لو قلتلك لا حتدوري على شخص غيري فبترد ربما لاني مضطرة لكن عمتا انا اسفة وبتقوم يومين وهي بتقوله شكلك متردد فارجوك انسى عرضي وكل كلامي لكن وفي نفس ذات اللحظة بتتصدم بي بيمسك ايدها وبيوقفها وهو بيقول لها انا موافق مستحيل حقدر ارفض طلبك صدقيني انا بس خايف عليك من تهورك معايا لكنك صاحبة قرارك وحددي بنفسك معت جوازنا اما دلوقتي ولما بتروح يومين بتنم في سرارها وبتسرح في كل اللي حصل معاها من شوية وبتفتكر لما بتسأله عن ايه اللي خله يوافق فبيقول لها لان الموضوع كله على بعضه فيه مغامرة مسيرة بالنسبالي اما هي فبتقول انه وافق بقى أسرع ما كنت متوقعة ويومين بتسرح ويحط ايدها على قلبها لانها حسة ان دقاته بقت أسرع وبنشوفه بعد كده بيوصلها بنفسه اما دلوقتي فبيتصل بيها يتطمن عليها وكمان بيقول لها انا موافق نسبق بمعات جوازنا قبل معات جواز خطيبك السابق وهي بينها كده ما بتصدق فبتقوله باننا لازم نسبقهم وبيعرف منها ان خطبته هتكون مع مايا قلم نفسنا منها من وقت طفولتهم فبتقوله انها نفسها تشوف فريد الخايب جاي حفل زفافهم وكمان بيسقف لهم ويون بيرد بانه هو نفسه كمان يشوفه في اللحظة دي هيكون اهمزاره ويومين بتكون متحمسة جدا فبيحمسها اكتر بان زفافهم هيحصل قريب جدا وبيقول لها اوعدك هما الاتنين هيسقفنا في حفل زفافنا وبعدها هي بتسرح مع نفسها وبتقول فروحها مجير الوسيم معقولة بعد كم يوم هيكون جوزي مش مصدقة وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا اعجاب وده بيفرحني ويعرفني انكم عايزين اجزاء تانية من الملاخص وكمان تشتركوا في القناة علشان توصلكم فيديوهاتنا الجديدة اول باول ومستنية رأيكم في التعليقات وحبة اشكر حبيبي اللي انتسبوه للقناة وده بيزود من دعمكم ليا باي باي